بظل أزمة كورونا وزيادة الشركات المصنعة للقاحات المضادة للفيروس سنتطرق اليوم للحديث عن الفروقات في اللقاحات المجازة من حيث التركيبة والفعالية والأثار الجانبية وما الأسباب وراء إعطاء هذه اللقاحات بعد إجازتها الحصانة القضائية العديد من الدول من أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا فعلت ذلك نتحدث من ولاية ميزوري عبر سكايب مع طبيب البطنية والباحث بعلم العقاقير واللقاحات الدكتور خالد جميعان دكتور خالد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة العام الجديد يعني زي ما حكيت في البداية الدكتور أكثر من لقاح موجود الآن لكورونا دول تتنافس على الإنتاج وإبرام الصفقات مع الدول العالم جميعها المحتاجة لهذا اللقاح ما الفرق بين هذه اللقاحات صباح الخير للأردن وكل عام تب خير وكل عام تب خير لك سيد علي بعيد ميلادك هلأ زي ما عرفنا أنه فيه لقاح جديد اللي هو الأسترازينيكا تم موافقة عليه من بريطانيا فسؤالك هلأ بدنا نلخص بطريقة مبسطة شو الفرق بين اللقاحات اللي هي المعترف عليها هلأ هلأ اللقاحات هي بشكل مبسط نوعين نوع بسموه ترديشنال اللي هو كنا نسويه من زمان اللي هو منجيب جزء من الفيروس منحطه فيروس تاني بيكون مش ما بيؤدي لأمراض كبيرة بسموه الأدينوفيروس بيدخل على الجسم بنتجي بروتينات الجسم بتعرف عليه كل بساطة النوع الثاني اللي هو بسموه الـ mRNA بيجيبوا جزء من الناقل الميسنجر بيحطوها بخلايا دهنية بتدخل على الجسم بتنجي بروتينات والجسم بتعرف عليها هلأ النوع الأول اللي هو زي الأسترازينيكا اللي هو كمان الجونسون أن جونسون اللي هو السبوتنك الروسي والنوع الجديد اللي هو الـ mRNA اللي هو الفايزر والموديرنا هذا من ناحية زي ما سألت أنت بناحية الفروقات الطريقة تبعتهم نعم فروقات هاي فروقات بشكل التركيبين هلأ بالنسبة للفاعلية أنا بالنسبة ل عم تحكي على اللي خلصوا اللي هم الدراسي الأسترازينيكا الأسترازينيكا وفايزر وموديرنا حوالي 90% طبعا هاي الأرقام ممكن تتغير شوية لأنه هلأ عم تعطيها لملايين الناس لح تتغير ممكن تنزل شوية يعني ممكن للتمانينات ممكن هلأ شو بهمنا احنا من هاي الاختلافات المهم أول إشي بالنسبة لنا فيه المهم اللي هو مثلا السعر السعر شغلي مهمة كمان للأردن شغلي مهمة السعر بالنوع الترانديشن الأولان اللي كنا نستعمل هو الأسترازينيكا حوالي دولارين ثلاثة للجرعة بالنسبة مثلا لفايزر اللي هو حوالي 15 ل 20 دولار هاي شغلي مهمة الثانية اللي هي النقل والتخزين بالنسبة لفايزر الكل بيعرف مشكلة التبريد ومشكلة الثلاجات والنقل فهذه المشكلة مش موجودة مع الأسترازينيكا الشغل الثاني كمان هي كمية الانتاج الأسترازينيكا عندهم قدرة للانتاج لأنه هاي النوع موجود من زمان المصانع موجودة فعندهم قدرة للانتاج أكثر فهم يعني مش بمبالغة بجوزة الأسترازينيكا هو أهم لقاح لإنهاء هذه الجائحة هلأ فيه شغلي ثاني كمان بتساعد أنه بالنسبة للأسترازينيكا حسب الدراسة أثبته أنه ممكن منع انتشار المرض مش بس الحدوث المرض يعني أنا مثلا بنصاب بالفيروس وممكن أنشره للناس قبل ما يصير مرض والانتيبارج يستشتغل فهاي ممكن الأسترازينيكا تحمي حسب الدراسة اللي يسوها هذا الكلام نظريا هذا الكلام نظريا هل ينطبق على الروسي أيضا مثل أسترازينيكا لأنه نفس الطريقة في التصنيع أنا بدأ أكون واضح معك بالنسبة للروسي ما عندي ما عندنا معلومات واضحة ما منعرف كيف سوى الدراسة ما منعنا الأرقام فحاولت حتى أبحث فما عندنا تفصيل الأربع الشركات اللي تابعناها وكان تفصيل واضح بيوم بيوم اللي هي فيزر أسترازينيكا ماديرنوب جونسون اند جونسون اللقاح الروسي مش واضح تفصيله مش واضح كيف قاموا بالدراسة فما بقدر أجاوب على السؤال هذا نعم بينما مثلا أسترازينيكا كانوا يبحثوا عن طريق الاسواب اللي هو الPCR في الأنف فمشان هيك عم بقولك ممكن حسب الدراسة اللي سووها ممكن تحمي كيف ممكن تحمي أنا بصير يعني أنشر الفيروس مع الأجسام المضادة معه لا هلأ كيف الفيروس بيجي الفيروس أول شيء بدخل على الأنف بتمركز بالأنف والفم بعدين بينزل تحت على الجسم بعدين بدخل على الخلايا وبسو المرض هلأ الفترة بينما يدخل على الأنف وبينما ينزل على الخلايا وينتج وسو المرض هاي الفترة ممكن الإنسان يعدي فيها هلأ بعدين لما ينزل يسوي المرض كل اللقاحات رح تحاربه بس هاي الفترة حسب الفحصات اللي سووها بالأسترازينيكا ممكن تحمل لأنه كان يفحصوا الPCR كان يفحصوا من الأنف بينما بفايزر كان يفحصوا إنه المرض يصير معك أعراض فهاي الفترة مشان يكعن نحكي هلأ طبعا حدنا نلقاء ليش عم نلبس كممات مشان هاي الفترة هلأ اللقاح رح يحميك من المرض بس لسه ما نعرف إذا رح يحمي غيرك إنك تنشر المرض قبل ما أنت تنصب بالمرض من نقل العدو طب آخر آخر مساحة رح نفردها اليوم للمقارنة بين كل اللقاحات الموجودة حاليا موضوع الأثار الجانبية دكتور ما الفرق بينها بالأثار الجانبية ولا بدري الحديث هلأ متوقعين إحنا إنه بالنسبة للأسرا زينكا بتكون الحساسية أعلى لأنه هي تركيبتها شوي معقدة تدمج فيروسات وبدأ مواد كيموية أكثر عم تدخل فيها فاحتمال يكون الناس تتحسس منها أكثر من الفايزر والموديرنا هاي هي الفكرة اللي نحكي فيها الشغلة الثانية اللي هي فيه ميزة كمان لشغلة الاماريني التكنولوجي إنه يمكن إعطاءها لأكثر من مرة هاي شغلة مهمة جدا يعني مثلا لو فرضنا لو فرضنا لو فرضنا مثلا واحد انصاب وبدك تزيد المناعة تبعته فما كدر تعطيه نفس الأسرا زينكا اللقاح كمان مرة لأنه بكل بساطة إنت استعملت إيش اللي هو الميسنجر يعني استعملت فيروس تاني فلما تدخله كمان مرة الجسم هيتعرف عليه رح يدمره هاي كمان شغلة مهمة إذا صار في تغيير بالفيروس يعني ميوتاشن بحيث إنه اللقاحات بطلة تشتغل على المنطقة المعينة بالنسبة للأنواع القديمة صعب إنك تنتج بدك فترة تنتج لقاح ثاني بالنسبة للاماريني إذا ما بدي حكي أيام ممكن أسابيع معدودة لأن انت بس بدك قطعة صغيرة تلفة بشغلة فات وتبعتها فهذه هي ميزة فهذه كمان اختلاف مهم بين الشغلتين شغلة كمان الاختلاف التاني إذا إنه أنت بالناحية الاماريني أنت تعطي جزء من يعني شغلة جينية فقط بينما بالنوع القديم أنت تعطي فيروس فإذا شخص عنده مناعته كتير ضعيفة ممكن يصير معه مرض يعني مش عاقونها مرض خطي بس ممكن نصير معه مرض بالنوع اللي هو الناقل بس لا يمكن نصير معه مرض بالاماريني فهذه الاختلافات بين اللقاحين أو النوعين مشان هيك الأسترازينيكا جرعة واحدة بينما فايزر بيونتيك لا وموديرنا جرعتين جرعتين صحيح؟ لا هي جونسون ان جونسون الوحيدة اللي هو الجرعة واحدة الباقي كلهم جرعتين اللي صار بلنسبة للأسترازينيكا أنه أعطوا جرعة أولى بعدين أعطوا الجرعة الثانية فكانت الفاعلية قليلة فشو عملوهم قللوا الجرعة الأولى لنص جرعة ليش لأنه لما تعطوا الجرعة الأولى الكاملة فالجسم سيعطي أنتيبوديز بشكل أعلى فلما تعطيت الجرعة الثانية الأنتيبوديز هاي انت كومت من الجرع الأولى رح تروح تدمر بجرعة الثانية. فشو عملوا هم؟ هم نقصوا الجرعة الأولى للنص. وزعواها. فالكفاءة فصارت بدل جرعتين صارت جرعة ونص. نص بعدين جرعة. فارتفعت الكفاءة من 62% لـ 90%. فهي جرعة ونص مش جرعة. لازم تعطيهم خلال ثلاثة أسابيع. جونسون أند جونسون هو جرعة واحدة. اللقاح الروسي حسب ما عرفت أنه كمان جرعتين. نعم. طيب دكتور بدي أتحدث معك عن نقطة تثير الجدل بشكل كبير في الوقت الحالي. موضوع الملاحقة القضائية. لربما أنت من أكثر أطباء العالم دفاعا عن اللقاحات. إنه لازم نأخذ اللقاحات حتى يتوقف هذا المرض. هذه الشركات الآن أنت كمستهلك لهذه اللقاحات. لا تستطيع مقاضاتها. نعم. هذه نازل أنت تعرف أنه ليس قانون جديد يجب أن نحمي شركات اللقاحات. هذا القانون موجود بأكثر من 30 سنة. قصته أنه زمان بالسبعينات والثمانينات لما بلشت الشركات تنتج لقاحات. خصوصا للأطفال. فصار طبعا أنت تنتجي لقاح طبعا أن نعرف لقاعات الأطفال أنقذت ملايين الناس. من يعرف واحد معنا مثلا إن شاء الأطفال مثلا أنه أنقذوا ملايين الناس. بس طبعا أي لقاح يكون في ناس عنده حساسية. فصار في حساسية مع بعض الناس توفوا. فصار مقاضاء. في ناس تانيين أنه للمكاسب مادية. لأنك تعطيه مثلا البلايين الناس. صار يقاضوا. في ناس ثانية صار معهم أعراض ثانية. وصاروا. فالشركات صار عليها مشاكل كثيرة وقضايا معقدة. فقررت بال86 أنه خلص ما بدنا نسوي لقاحات. أو أنه الشركات رح تفلس. فقرروا إحنا ما رح نسوي لقاحات. فكان في اجتماع بالكونغريس وقرروا أنه يعطوهم الحماية من المشاكل القانونية. فهي أنا بعتقد أنها شغلة عادلة جدا. أنت عم تطلب من شركة مثلا تنتج لقاح وتحمل ملايين. فطبعا أنت بتحمل ملايين. بس في ناس ممكن عدة آلاف انصابت. فما نقول لهم أنت روحوا استطفلوا بينكم. فهي يعني وانت مدير الشركة نفس الشيء رح تفكر أنه يعني لازم يكون في شوية حماية لهذه الشركة. هاي الشركات محمية فقط للقاحات. موجودة هذا القانون من أكتر من ثلاثين سنة. فهي شغلة يعني شغلة مهمة. فهي ما ما تسوت هاي القانون بس مشان نحمي اللقاحات اللي هي الكوفيد. لأننا مش وافقين منه. نعم لكن البعض يتحدث أيضا دكتور بأن هذا الأمر أيضا الشركات استغلت وجود هذه القوانين من أجل الإسراع في عملية الإنتاج. والاستفادة من السوق العالمي الذي يطلب هذا اللقاح. الشركات لا تستطيع أن تسرع في قوانين في بروتوكولات. لكن أيضا تنتجاوزها هذه البروتوكولات. يعني تحدثنا سابقا بأنه دخلت بخطة طوارئ. لا. لم يتم تجاوز البروتوكولات. البروتوكولات أنواع. احنا اشتغلنا على البروتوكول اسمه الامرجنسي. هذا البروتوكول زي ما بحكي البروتوكول مش سهل. هذا يعني من أكثر من مئة شركة عم بنتجوا باللقاحات لحد هلا ما عنا غير شركتين عم بنتجوا. فالبروتوكولات مش سهلة. البروتوكولات عم طابق. لازم تمر بالتلت مراحل. البروتوكولات لازم شهرين من آخر واحد أخذ اللقاح. لأنه معظم الأعراض السلبية. السايد افكت بيجي خلال شهرين. حتى الأعراض طويلة المدى خلال ستة شهر. فإحنا لم نتداول البروتوكولات. بس. هلا مثلا بتقول للناس. طب ليش ما نستنى كمان سنتين ونتأكد مئة بالمئة ما يصير مشاكل. هلا هون تشتغل شغلة الامرجنسي. انت عندك ألف عشر تلاف شخص عم بيموتوا بمرض يوميا. وعندك فاكسين. سويناه اللي هو الامرجنسي بروتوكول. وخطره انه ممكن بحالات نادرة يمكن يسوي مشاكل. بغض النظر ما حد طبعا بيعرف شوية مشاكل. فايته حتكون أكبر من ضرره. هذا اللي بدك توصله دكتور. بالضبط. اللي هو الرسك فيرسس بينيفيت. لو مثلا ما عنا مثلا الجائحة. وشغلة ما عنا وقت ندور. بيختلف الوقت. بس عشر تلاف شخص عم بيموتوا. غير الناس اللي مش عم برجع لطبيعتهم. غير الناس اللي عم بيطلعوا بس عايشين على الأكسجين. وعندك لقاح. بضمن لك فاعلية. وبيضمن لك أمان. على الأقل. على الأقل. لاحطينا بالمتوسط التسعين بالمية. فهذا الكلام منطقيا هو السليم. دي أشكرك جزيلا على وجودك معنا اليوم دكتور. وأتمنى لك عام قادم جميل وسعيد. وإن شاء الله على البشرية جمعاء دكتور خالد جميعان. كنت معنا عبر سكايب من ولاية ميزوري. طبيب البطنية والبحث بعلم العقاقير. شكرا جزيلا لك.